اشتركوا في القناة 22-12 القمر موجود في الحمل استقر وهو الآن في منزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان عمليات صغرى تقليم أظافر حلاقة شعر يعني هاي الأمور طبعا هو طول اليوم لغاية ساعة منتصف الليل رح يظل في منزلة الشرطين هي القمر زي ما حكينا في برج الحمل وتأثير القمر لما بيكون في برج الحمل على جميع الأبراج دون استثناء في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر من مشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها يعني ممكن نفتقد دبلوماسيتنا ونكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر دائما في الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك أي كمان أمور إلها علاقة بالتجميل برضو بتكون جيدة بالنسبة للزوايا الفلكية عنا أول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وعطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و4 دقائق صباحا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلنا مزاجية طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 3 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وهاي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم طبعا بما أن القمر في الحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء 23-12 رح يبدأ في تمام الساعة 10 و50 دقيقة مساء ورح يستمر حتى يوم الخميس 24-12 لا ينتقل بعدها القمر يعني هي بتكون في لغاية تمام الساعة 10 و55 دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر طبعا القمر المربع بلش يأخذ على المحدغ شوي عمره 8 أيام في تمام الساعة 8 و9 دقائق صباحا بيصبح 9 أيام نسبة الإضاءة بتكون 62% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19-1 المزاج سعيد بنسبة 85% القمر في الحمل حتى يوم 24-12 مزاج سعيد بنسبة 15% عطارد في الجدي حتى يوم 8-1 سعيد بنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 8-1 مزاج سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 منتحس بنسبة 40% أما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 طبعا منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة بتسمع جواب ونتنتظره بتتحرك أهم شيء وتحرك وما تنتظر أنه تجيك الفرصة لعندك حاول أنك أنت تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت هاي البداية بداية جيدة لا إلك برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك حاول أنك تهدأ أو تهدئ الوتيرة وحاول أنه تنتبه أنه اليوم ممكن يكون في بعض التأخير لبعض النتائج أو البضائع أو المعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة تظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن شارك في حفل أو مناسبة سعيدة بتعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء حاول أنك تنجز أعمالك بالكامل بهاي الفترة يبل ما ينتقل القمر للثور لأنه بصير في بيت متعبك برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبحافظ على إنجازاته القائمة برر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك تهتم لبعض الاتصالات والمشورات خلال هذا اليوم لا تكون مهمل ولا تترك انطباعات سلبية عنك برج الأسد ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة ممكن اليوم تشعر بنوع من أنواع الاعتزاز والفخر أهم مش أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك ناقش الأمور بمنطق برج العذراء تظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي وحاول أنك تنتبه على الوضع الصحي شوي برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب منكم تعاون من طرف ثاني ابتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر التراجع الصحي ما في أي خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات ولكن إذا تتجنب المشاكل وما تتصلط مهما صار في مواجهات برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا نوع من أنواع التعامل من أحد الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة عليك ابتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من مشاكل صحية برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة ولتسوية وكذلك للتعارف والارتباط الأجواء ممتازة جدا عاطفيا وماليا وحتى على مستوى الترفيه نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا يعني الفترة إيجابية حاول أنك تستثمرها برج الجدي ابترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة وهدوء بتظهر أو ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات أو ممكن تتعرض لمحاسبة وربما للتحديات ونوع من أنواع الاستفزاز ونعيث القمر هون ما بتنصحك بأنك تعمل أي شيء له علاقة بالمشتريات أو بأمور إلها علاقة بالمصاريف المنزلية برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح بطرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب يعني بمعنى برضو فترة ممتازة حاول أنك تستثمرها لتعويض الأشياء اللي تراكمت عليك بالفترة الماضية برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية ممكن أنك تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر